القصيدة الثالثة إن شاء الله من سلسلة قمر بني هاشم الشمائل المحمدية للنبي صلى الله عليه وسلم هنكلم نهاردة عن مرحلة الشباب عمل بمال خديجة كذاك برعي الغنم قص عليها ميسرة أخلاقه وهداه عمل بمال خديجة كذاك برعي الغنم قص عليها ميسرة أخلاقه وهداه عرضت عليه الزواج فأجابها نعم عرضت عليه الزواج فأجابها نعم هي الطاهرة العفيفة عرضت عليه الزواج فأجابها نعم هي الطاهرة العفيفة ومحمد علم للكعبة البيت الحرام أنوارا حمل النبي على الأكتاف أحجارا للكعبة البيت الحرام أنوارا حمل النبي على الأكتاف أحجارا وأدرمت بين القبائل النار جاء الأمين عليهم حكما وضعوا الحجر فوق الرداء وبحكمه وعدله ذهب الجفاء متفكرا متأملا ذهب النبي إلى حراء متفكرا متأملا ذهب النبي إلى حراء متحنسا في الغار متحنسا في الغار وناظرا إلى السماء لعظيم خلق الله والحضرة العلياء ذهب النبي إلى غراء إلى حراء ذهب النبي إلى حراء متحنسا في الغار وناظرا إلى السماء لعظيم خلق الله والحضرة العلياء ترجمة نانسي قنقر